اشتركوا في القناة عمال المعادن يضربون بعد فشل مفاوضات زيادة الاجور ترحيل تركيا مدان رغم وجوده في النمسا لاربعين عاما تعبان ملكي يقتحم مرحاض فندق فاخر في فيينا مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم وقع وزيرات داخلية النمساوي جيرارد كارنر والبريطانية سويلا برافرمان اتفاقية تعاون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وتكثيف جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والارهاب وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة مثل مكافحة الارهاب واجراءات اللجوء في بلدان ثالثة خارج اوروبا على النموذج البريطاني وملاحقة الجريمة العابرة للحدود وعرب كارنر عن اهمية التعاون مؤكدا على التبادل المكثف للمعلومات بين البلدين لقي اربعة اشخاص مصرعهم في منطقة لونجاوف في سالسبورغ الخميس بعد ان تحطمت طائرة المانية من طراز سيريوس اس ار عشرون امريكية الصنع واسفر الحادث عن مصرع كافة ركاب الطائرة بينهم الطيار النمساوي الاصل ووفقا للتحقيقات اقلعت الطائرة من زاجريب الكرواتية متجهة الى مطار شاردنج في النمسا العليا وكانت الرحلة تعبر جبال الالب عندما واجهت مشاكل ادت لسقوطها في منطقة جبلية ما ادى لصعوبات كبيرة في عملية الانقاذ وسيتم تحليل حطام الطائرة وظروف الطيران من قبل الخبراء شارك اكثر من عشرين الف شخص في احتجاج على احتجاز حماس للرهائن والتنديد بمعادات السامية والعنف وذلك في ساحة الابطال في فيينا الخميس وجاء التجمع بمبادرة من رئيس منظمة الكاريتاس دانيال لانداو تحت عنوان بحر الاضواء وقد تم تعليق صور الرهائن على جدران قصر هوفبورغ ضمن اجراءات امنية مشددة وشهدت التظاهر مشاركات من قادة يهوديين ومسؤولين حكوميين نمساويين للتأكيد على التضامن مع الجاليات اليهودية واسرائيل في مواجهة التهديدات الحالية ورفض الارهاب ومعادات السامية اعلن عمال صناعة المعادن في النمسا عن الدخول في اضراب يوم الاثنين المقبل وذلك بعد فشل المفاوضات حول الاتفاق الجماعي لزيادة الاجور ورفضت النقابات عروض اصحاب العمل والتي تضمنت زيادة الاجور بنسبة عشر بالمئة ودفعة لمرة واحدة قدرها الف وخمسمائة يورو مقسمة على عامين مع عرض نموذج للتقاعد المبكر واصر العمال على زيادة الاجور بنسبة تسعة فاصل ستة بالمئة معتبرين ان العروض الحالية لا تلبي مطالبهم ومن المقرر ان تستأنف المفاوضات او تستأنف المفاوضات يوم الخميس المقبل تعتزم النمسا ترحيل تركيا بعد قضاء اربعة عشر عاما في السجن بتهمة محاولة القتل بعد انتهاء عقوبته وذلك على الرغم من انه يعيش في البلاد منذ اكثر من اربعين عاما ولديه اطفال يحملون الجنسية النمساوية وكانت المحكمة قد حكمت عليه بعد ان قام باطلاق النار على شخص من بلاده لانه لم يؤدي التحية له مما تسبب في اضرار نفسية وجسدية دائمة للضحية ورغم انه يحمل تصريح اقامة دائمة اوروبية الا انه لا يمتلك الجنسية النمساوية مما يسمح للسلطات بترحيله ورفضت السلطات جميع محاولات الاستئناف ضد قرار ترحيله وسيمنع من دخول النمسا لمدة عشر سنوات اثار ظهور ثعبان ملكي في احد الفنادق في مدينة فيينا ذعرا كبيرا بين النزلاء حيث عثر على ثعبان وهو يزحف داخل المرحاض وتم استدعاء موظفي جمعية الرفق بالحيوان للتعامل مع الثعبان حيث تمكنوا من اخراجه من المرحاض وتبين انه غير سام واصله من امريكا الشمالية وهو من النوع الملكي اقال مدير المأوى شتيفان شايدل هذا النوع من الثعابين ليس منتشرا بشكل طبيعي في النمسا لذا يشتبه بانه كان حيوانا اليفا تم التخلي عنه او هرب وقد تم نقله الى مأوى خاص كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم لمزيدا من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفو جرات على هواتفكم كنت معكم انا قتيب اللحام امسيا سعيدة والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة